كشفت وسائل إعلام عبرية عن تصريحات لوزير خارجية الاحتلال جابي أشكنازي قال فيها إن حكومة تل أبيب ستدفع للدول للعمل على نقل سفاراتها إلى القدس كما فعلت الولايات المتحدة قبل عامين هذه الخطوة وصفها محللون بأنها محاولة لاستغلال الأسابيع المتبقية من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدما أعلن عن انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة وتصريحاته في وقت سابق والمتعلقة بإبقائه لسفارة بلاده لدى الكيام في القدس رغم معارضته لسياقات نقلها من قبل الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب والحديث عن نيته إعادة فتح قنصلية بلاده لدى الفلسطينيين في الجزء الشرقي من القدس تحاول تل أبيب استغلال الوقت المتبقي لترامب في البيت الأبيض وشراء قرار المزيد من الدول بدفعها لنقل سفاراتها للقدس تصريحات أشكنازي تتعلق في ضرورة أن يستغلوا الوقت قبل أن يبدأ بايدن بسياسته الجديدة في البيت الأبيض وبسياسته مع الشكل الأوسط هم يريدوا استغلال هذه المرحلة لنقل أكبر عدد ممكن من السفارات وبالمناسبة بايدن أعلن أنه كان خطأ نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب القدس هم يريدوا خلال الشهرين المتبقيين لدونالد ترامب أن يكثفوا جهودهم وابتزازهم المالي لبعض الدول الضعيفة وبعض الدول التي تبتزها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل مالياً وأمنياً بدرورة نقل السفارات آخر الدول التي أعلنت عن نقل السفارتها للقدس كانت ملاوي تلك التي قال جابي أشكنازي وزير خارجية الاحتلال بأن تل أبيب تكفلت بكافة المصاريف المتعلقة بنقل سفارتها من تل أبيب والتي ستصل لأربعة ملايين شكل لكن محللين فلسطينيين يؤكدون فشل هذه الأداء البديلة لضغوطات ترامب التي مورست سابقاً بحق عديد من الدول التي نقلت سفاراتها هذه الأكوان التي نسبت لأشكنازي في جلسات مغلقة هي تعكس مدى التلهف الإسرائيلي ومدى الحوافز التي يمكن تقدمها لدول من أجل نقل سفارتها إلى الكدس وخاصة أن العامل الضغط والذي كان يشجع هذه الدول سيذهب وهو ترامب وبالتالي إسرائيل تجد نفسها مضطرة لأن تبحث عن أداء أخرى أعتقد أن هذه لن تؤثر كثيراً هناك اعتبارات سياسية والدول ما لم تجد دعم سياسي كبير بوزن الولايات المتحدة لن تجد لها مصلحة فإن تدخل صدام مع الفلسطينيين ومع دول عربية وأن تخل بالكنون الدولي حكومة الاحتلال برئاسة بنيمين نتنياهو تسابق الزمن تسعى لتحفيز العدد الأكبر من الدول على نقل سفاراتها إلى القدس قبيل رحيل ترامب عن البيت الأبيض وقدوم بايدن بدلاً منه رغم يقينها بأن الأخير سيواصل العمل على ضمان أمن الكيان ومصالحه إلا أنها لن تجد كدونالد ترامب في وضوح حيازه نحو كفتها والعمل كوزير لخارجيتها في إقرار ما يصب في صالحها وصالح بقاء رئيسها نتنياهو ملكاً متوجاً من فلسطين المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا